نلتقي في فيديو جديد وهي الهايدرا الفتية عندي خروج هايدرا فتية اللي هو رقم 5 شا سوي اسوي دائرة كبيرة بس من فوق ما اسدها بعش رح اسوي لكم نسوي هذا الشكل اهام حلو بعوي هاي هذا الشكل اسوي وارجع اسوي هذي باعتبار هالقشرة الواقية بهالشكل هذا شوف امويا هذا هو اسوي شوي اذخن اصلا اسهل من هذا الرسم ماكو نجي هسل بالداخل شلون رح ارسمها بابا ويايا ابدي اصفن بيني وبالنفسي لازم منها اصعد اذانات اثنين وبالوسط لا وبعدين اضعف رقبتها وبعدين اسمنها شوف امويا اضعف رقبتها من جو هذا الشكل اجي منها ارجع بهالشكل هذا وبهالشكل وانتهى الرسم واجعل اكي افيه اثخن واضعف اللي قدامي هذي الونها بهالشكل عني المهم سويت الشكل الخارجي مضبوط عني هذا عندي اللي راح يجي يقول اي والله هي راسمه الجنين الهايدرا ما راسمه الحشرات مبين هاي الوهلة الاولى للمصحح انه الرسم ماتي صح ومرتب وحلو وواضح ونظيف اهم شي اهم شي عندك النظافة اهم شي تعطيني بنظافة رسمك ودفترك وكتابتك اجي اثخن على كيفي اساوي الطرف الضعيف ويه الطرف صار القلم ماتي بي شوية ثخين وانتهى الرسم فاتشي كلش حلو وكلش واضح اللي هي راح تخرج اما صير انثع اما صير ذكر نو نجي شنساوي شنكتب هذي هذي خروج هايدرا فتية اذا راتي يجيبنا اياها خلاص الرسم اي نعم خلاص الرسم ولكن شنساوي نساوي هذي السجناية ماتي المربعاية الحلوة الصغيرة ماتي وخلصت رسومات الهايدرا ان شاء الله سهلة وما شفت بها صعوبة وارجع اقول لك الخطوات الاولى بالهايدرا هي امي انت منه رقم واحد هذه الميزوكلية رقم اثنين الطبقة المعادية رقم ثلاثة طبقة البشرة وبعدين اروح اشوف شن القصة اللي تبقى لي ان شاء الله افتهمتوا يا رسومات الهايدرا وتعالوا نلتقي برسومات جديدة